ونعود إذن مشاهدين إلى شأن الانتخابي لتسليط الضوء حول نتائج دور الأول للانتخابات المجالس المحلية المزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا مباشرة من مقر الهيئة الفرعية تونس واحد بالقصبة مفادة الأخبار إلى هناك أماني ترهوني إذن قدمت قبل قليل نتائج الدور الأول للانتخابات تفاصيل أكثر حول نتائج وهل لديك معطيات حول الرزنامة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات المحلية كذلك لا ننسى استعدادات الهيئة اللوجستية والتنظيمية لهذا الموعد نعم أهلا بكم إذن مشاهدين اللاكيرام انتهت منذ لحظات فقط الندوة الصحفية التي نظمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجاء فيها في الحقيقة مجموعة من المعلومات على غرار تحديد الموعد النهائي للانتخابات دور الثاني من انتخابات المجالس المحلية والمقررة في الرابع من فيبري كذلك تحدد موعد الحملة الانتخابية التي تبدأ يوم الغد الحادي والعشرين من جانفي كذلك موعد صنطة الانتخابية الثالث من فيبري تم أيضا تقديم معلومات أخرى على غرار عدد دوائر الانتخابية وعددها سبعمائة وتسعة وسبعين دائرة وكذلك 1558 مترشح لمزيد من التفاصيل حول آخر الاستعدادات لهذا الموعد الانتخابي ينضم لضيفي السيد فاروق بوعسكر رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إذن سيد بوعسكر أهلا بك نتحدث عن آخر الاستعدادات خاصة وأنكم تحدثتم خلال هذه الندوة عن أعداد منظومة لمتابعة الحملة الانتخابية نعم كما تعلمون انعقد مجلس الهيئة منذ قليل وصادق على النتائج النيائية للدور الأول الانتخابات المجلس المحلية أيضا صادق على رزنامة الدور الثاني والتي تنطلق بداية من يوم غد على حد 21 جنفي تنطلق الحملة الانتخابية للدور الثاني وتتواصل إلى غاية يوم 4 فيفري 2024 وهو يوم التصويت للدور الثاني طبعا الناخبين التونسيين المعنيين بالدور الثاني مطالبين أنهم يثبتوا في مراكز الاقتراعات تاحهم أيضا مطالبين أنهم يثبتوا هل أنهم هم معنيين ودوائرهم معنية بالدور الثاني أو لا عبر خدمة نجمة 195 نجمة رقم بتاق تعريف دياز اللي من خلالها ينجم الناخب التونسي يعلم إن كان معنيا بالدور الثاني أو لا ثم وضعنا أيضا منصة على ذمة الناخبين التونسيين للتعرف على المترشحين وعلى برامجهم الانتخابية المنصة هذه اسمها كونديدا ديميل فانتروا بوائزي بوائن تين ينجم أي مواطن تونسي يدخل إلى هذه المنصة يختار الولاية والمعتمدية والعمادة ثم يطلع على السيارة الذاتية للمترشحين وعلى برامجهم الانتخابية هذا كله في إطار استعداد لموعد أربع فيفري إن شاء الله سيد بوعسكر وفقا لهذه الرزنامة متى سيتم تركيز المجالس المحلية؟ نتوقع كهاء عليا مستقل الانتخابات أن المجالس المحلية سوف تتركز في أجل لا يتعدى موفى شهر فيفري 2024 بعد ذلك مباشرة سنمر وبصفة سريعة إلى تركيز باقي المجالس المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهة الأقاليم الأكيد إن شاء الله يعني موفى مارس بداية أفريل لما يكون كل هذه المجالس مركزة 209 صعبين مجلس محلي في كل المعتمديات 24 مجلس الجهة في كل الولايات خمسة مجالس أقاليم وتتويش كل ذلك المجلس الوطني للجهة الأقاليم غرفة تشريعية ثانية سوف إن شاء الله تبشر مهامة في مقر مجلس المستشارين في باردو في ربيع هذه السنة سيد فاروق بعسك الرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات فقط نذكر مشاهدين الكرام أن الأعلان على النتائج الأولية سيكون في أجل أنقصاها سابع من فيفري طبعا على أن يكون المعلومة التي تم تقديمها منذ لحظات في الندوة الصحفية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات موعد الانتخابات الدورة الثاني من انتخابات المجالس المحلية سيكون في الرابع من فيفري القادم نعم أماني إذن تطلق غدان الحملة الانتخابية لانتخابات المجالس المحلية أشكرك جزيلا شكر مفادة الأخبار أماني ترهوني على كل هذه المعطيات أشكر ضيفك أيضا أماني أشكرك جزيلا شكرا